السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه اخبركم ايه رب دايما تكونوا بخير اجمل واحلى متابعين ان شاء الله النهاردة هنشتعل مع بعض برضو كورشي تيريكو سوري ان شاء الله النهاردة هنعرف مع بعض الغرز بمقاسات الابر المختلفة انا عملت معاكم القطعة دي قبل كده بابر رقم تلاتة والنهاردة هشتعل معاكم نفس القطعة بس بابر رقم خمسة وبخيط سميك شوية عملتوا ضبل علشان يديني الفرق في الشكل اهو قدامكم عندوكم طبعا الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة دي العدلة كده الغرزة دي اسمها العدلة اللي بتبقى موجه دي والتانية اللي هي على هيئة حرف الفي دي هي الغرزة المقلوبة دول طبعا هما الاساس في شغل التريكو بنعمل منهم كل الغرز اللي بنشتغلها في التريكو فطبعا ان شاء الله النهاردة هشتغلكم بابرة رقم خمسة وبخيط دبل مزدوج لاني طبعا ما عنديش خط ساميك دلوقتي ممكن تشتغلي بخط القطيفة خط الكلاسيك الساميك خيوط كتير ساميكة ممكن نشتغل بيها على ابر كبيرة بتنتج بسرعة معيكي وبتشتغلي وبتخلص القطعة اكتر من الابر الرفيعة ومن الخيوط الرفيعة تمام كده فان شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض القطعة دي هي صغيرة مش هتاخد مننا وقت كتير بحيس ان احنا نتعرف على شكل الغرز بمقاسات مختلفة من الابر ومش يعني مش عارف اقول لكم ايه مرسي قوي قوي ليكم لكل التعليقات الجميلة اللي جات على فيديو شغل التيريكو ناس كتير قوي قوي عايزة تشتغل تيريكو حبيه اه وانا حبيت ان انا اه استمر معيكم في تعليم التيريكو وشغل غرز جديدة لي ان شاء الله بعد بس ما نتقن شوية اه بداية الشغل وبداية الغرز وشغل الغرزتين الاساسيتين اللي هي الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة وادينا تمشي في الشغل كده وهعمل معيكم غرز كتير قوي قوي وقطعة اه نشتغلها مع بعض الكتعة الصغيرة عشان ندرب ايدينا على الشغل نعناية ليكم وانا يعني مش عارف اقول لكم ايه متشكرة ليكم جدا على المتابعة وعلى الدعم ومرسي قوي قوي لكل الناس الجديدة اللي بتدخل تنورني وكل الناس اللي معايا من الاول القناة ما بدأت وما تخلوش عني وسابوني ومستمرين معايا على راسي من فوق ربنا يخليه كل ايه متشكرة قوي 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 واي حد مشي وساب القناة اه متشكرة لي جدا جدا برضو نورني وشرفني اه وانا مش مش هضغط على حد ان هو يشوف قناتي دي هي حاجة اه شخصية لكل واحد اللي بيرتح له بيتفرج عليه تمام كده مش رسي قوي قوي ليكم المرة التانية ومش اقول بقى جرس بقى وفعلوا لي الجرس والكلام ده خلاص احنا الموضع دي مش اقولها تاني بصراحة اللي عاوز يتفرج على الشغل والي عايز يتفرج على القناة اهلا وسهلا على راسي من فوق هنبدأ بقى مع بعض وشان ما نرغيش كتير للغرزة البداية اهي انا بدأتها معاكم وهنبدأ تاني نعمل البداية بتاعت الغرز بتاعتنا على ابرة التريكو بنخلي طرف من الخيط متحرك بنسيب طرف كبير كده من الشلة الاول ونسيبه على جنب كده تمام ونبدأ من بعدي ناخد غرزة التسبيت دي وبعد كده نبدأ في الغرز بتاعتنا اهي بنلف طبعا الابرة بتتحط تحت الايد تمام عشان تثبت في الشغل والابرة التانية اللي في ايديك اليمين بتبقى متحرك لكن ايدي الشمال دي الابرة تبقى ثابت تحت الدريع كده تمام كده بس طبعا الكاميرا مش تجيب الشكل كله انا بحاول بس ايه اعرفكو ازاي تمسكوا الابرة وازاي تمسكوا الخيط وتثبتوه في ايديكو تمام اهو الخيط معايا في ايديك الشمال ده المتحرك الحتة الطويلة اللي انا طلعتها وسبتها معايا من الشلة وهنا الشلة في ايديك في هنا تحت ايه كده جنب ايدي اللي انا بلفه على الخيط ايدي منها الف الخيط واروح وحطاه ومدخلة عليه الخيط المتحرك زي ما انتو شفتو كده بالزمد دي غرزة التيريكو السليمة اهي كده ادخل المتحرك اطلع الدايرة نلف الدينة نحط الغرزة اهي دي الغرزة بتاعتي واروح حط عليها الخيط المتحرك واروح مطلعها تاني عليه كده انت عملت الغرزة المزبوطة لشغلة تيريكو عشان برضو تبقى سبتة يبقى شغلك في امان تمام كده كل ما دا ما تتفرجي هتعرفي ان شاء الله تعملي الغرزة بتيريكو سهل قوي قوي بلزيز في شغله وشيكه قانيت جدا في مجغولاته بلوزاته وبلوفراته والجوكت بتاعته والكوفيات وكمان لبس الاطفال تحفة في اللكاليك والفستين الاطفال والبيدل بتاعة الاولاد بيبقى شيك قوي 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 شغل التيريكو بصراحة اهو كده معاكم كل لما هشتغل مشروع هبدأ طبعا معاكم الغرز من الاول لحد ما ان شاء الله كلنا نعرف نتقن شغل التيريكو للناس اللي عندها الهواية وحب شغل الهندي ميت انا تحت امركم من عنايا اهي كده انا هعمل معاكم عشر غرز هشتغل بس القطعة عشان اوريكو شغل الخيط السميك بيبقى شكله ازاي تمام غير الخيط الرفاية وطبعا الخيط السميك ده انا بشتغله على ابر كبيرة زي ما انا قلتلكو الابرة دي وقت رقم خمسة في خيط سميك اكتر من كده وفي ابر رقم تسعة وفي ابر رقم حداشر تمام لان في خيط سميكة قوي قوي بنشتغل باكو في يد بنشتغل باكو جواكة شيلان الحاجات دي كلها بتبقى حاجات قطعة كبيرة فبتبقى عايزة خيوط سميكة علشان ترمي معايا في الشغل بسرعة وتخلصي لانه طول ما الابرة بتكبر معاكي والخيط بيبقى سميك طول ما القطعة بتخلص معاكي بسرعة تمام اهو هنبدأ دلوقتي الغرزة السطر الاول وهو السطر المقلوب من الطبيعي جده بنبدأ معرفش بنبدأ ليه المقلوب على طول كده الابرة بنحطها لتحت على طول كده ونلف على الخيط ونطلعه ونطلع الغرزة بتاعتنا ليه عشان احنا بننقل الغرز من هنا بننقلهم للابرة التانية زي ما قلنا قبل كده في اول درس تمام اهو هت وبعدين في حاجة كمان هتلاحظيها برضو انت بتشتغلي الشغل بالخيط الساميك والابرة الكبيرة سهلة قوي قوي هتدخل الابرة بسرعة والخيط هيطلع معاكي بسرعة والقطعة هتجبر معاكي بسرعة واخدبلك طبعا غير الخيط الرفيع والابرة الرفيع بتاخد وقت منك شوية الورس بتبقى زغننة هتشوف في دلوقتي الفرق بين الكبير وبين الصغير اهو هندخل هو بس اول سطر على الابرة هو اللي بيبقى بسعب شوية يعني مش شوية قوي يعني مش كتير انت وانت بتعملي الغرز متقفليش قوي الغرز على الابرة عشان تبقى مباحباحة شوية تعرفي تعملي اول سطر تمام كده اهو معانا اهو اول سطر عملناه هناخد ونبدل الابرة بتاعتنا خلصنا السطر المقلوب هنبدأ السطر العدل اللي هو بتبقى الفتلة هيل فوق السطر العدل ده حلقاته كلها بتبقى الفوق كده يعني الغرزة ليها حلقة فوق اما السطر المقلوب بتبقى عامل زي حرف الفي كده تمام عشان برضو تعلموا الغرز فيش اي مشكلة برضو لما تعليم الغرز بتاعتي كنت لسه مبتدئة عادي اهو السطر اللي بيبقى عدل ده اسمه العدل عدل ليه عشان الفتلة ليها عقدة من فوق اللي ليها عقدة من فوق دي دي بقى السطر العدل ليه عدل برضو عشان بحط الابرة من فوق وبلف الخيط من تحتها من فوق برضو من فوق الابرة اللي تعمت اهو نفس اللي احنا عملناه في اول درس بس كان على ابرة صغيرة وخيط رفاية تمام قلت بقى النهارده عرفكم الفرق بين الغرز وبين النمر بتاعة الابر عشان برضو بتشوفوا الفرق وده طبعا بيبان في الشغل وبيبان في قطع الشغل يعني تلاقي تبقي شغلة قطعة بخط رفيع ويتلاقي مسلا عاملة قطعة تانية بخيط ساميك هتلاقي الفرق طبعا بيبان اهو ده كده السطر العدل اللي هو بيبقى عامل زي حرف الفي كده سبعات 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 ده ده السطر المقلوب تمام اللي احنا هنشتغل دلوقتي اللي هو احنا بنحط الابرة لتحت انا طبعا اشتغلته معاكم قبل كده بقى فقلت ايه اخلص الكطعة بسرعة كده عشان ما طولش الفيديو عليكم تمام اهي الكطعة طلعت معيكم شفتوا بقى الكطعة هي بسوا هتلاقوا الغرز بتاعتها بينا بينا ووضحة علشان الخيط بتاعها ساميك وابرتها برضو نمرتها كبيرة هجيبلكو بقى الشغل الاولين اللي انا اشتغلته معاكم بالابرة دي زرفيعة دي اهو هيبان بقى الفرق اما الاتنين يتحطوا جنب بعض اهي بصوا ده شغلوا منامن بقى وتغنن ازاي اهو بصوا ده الفرق بين القبر بيبان قوي قوي في الغرز يارب يكون الفيديو النهاردة سهل بالنسبة لكم وكون في التوكو بحاجة بسيطة كده في التريكو وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديدة من قناتكم مون مون فاشون اشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة